في وقفاتها الخمسين الجالية الجزائرية رافض الثورة وصداها من وراء البحار وصوت الشعب الثائر في الخارج إذ ظلت الجالية الجزائرية في الخارج حريصة على تسجيل مساندتها وتضامنها مع الثورة الشعبية السلمية أسبوعيا وقفات ومسيرات في معظم العواصم الأوروبية وتجمعات مشتركة في عواصم تشهد أحداثا لها صلة بالجزائر الجالية الجزائرية في أوروبا وأمريكا مرتبطة وجدانيا بالوطن وقد أضحت تفخر بانتماءها ووصولها بعد الثورة السلمية التي أبهرت العالم ووحدت الجالية في الخارج بمختلف فئاتها كما وحدت الشعب داخليا فثورة استكمال الاستقلال أضحت عامل توحيد وجمع بين الجزائرين وأخت بينهم وألفت بين قلوبهم لأول مرة في تاريخ الهجرة الجزائرية يحتج المهاجرون من مختلف المناطق والطوائف والثقافات جنبا إلى جنب الأسبوع الخمسون للمهاجرين والمهجرين كان دعوة للاستعداد لاحتفالات تاريخية بالذكرى الأولى للثورة